موسيقى بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى أليم والاتهم أما بعد الرقية الشرعية حق لكن بمواصفتها الشرعية وليس كما آلت إليه في الوقت الراهن عند الكثير من من يمتهنونها ظلما وبغية الرقية الشرعية معنى شرعية أنها شرعية أنها قائمة على الشرع لذلك سميت بالشرعية وقد كان نبي صاصم يرقي وكان الصحابة يرقون وأحدهم أرقى أيضا أحد الدائم وأخذ على ذلك أجرا وقرأ الفاتحة وقال له أن نبي صاصم ما أدرك أنها رقية وإلى غير ذلك فالأصل يعني موجود والنصوص موجودة ونبي صاصم قل لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا أو ما لم يكن شركا يعني الرقية قائمة على أولا إخلاص النية لله تعالى الإنسان سيرقي بمعنى أنه يطلب الشفاء يطلب العلاج الشفاء من الله إذا مردت فهو يشفي هو يعالج والله هو الذي يشفي فإذن يخلص النية يقرأ سورة الفاتحة قله الله أحد معوذتين آية الكرسي بعض الآيات إن كان يحفظها وإن لا فالفاتحة كافية فاتحة كافية وبعض الأدعية النبوية والإنسان يدعو يدعو الله سبحانه عز وجل أن يشفي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ومن هنا نقول إذا كانت الفاتحة هي وهي أعظم صورة في القرآن الكريم فكل المسلمين يحفظون الفاتحة وإذن كل المسلمين رقاه وكل المسلمات رقية على الإطلاق وإذا كنت أنا راقيا وأنت راقيا فما حاجتي إذن إلى أن أذهب إلى غيري ما حاجتي إلى أن أذهب إلى غيري وما عند غيري إن كان صادقا وإن كان مخلصا وإن كان نظيفا فأنا أولى به من هذه الرقية النقطة الأولى النقطة الثانية أن التفرغ للرقية أمر غير مستساق غير وارد وغير معروف عند السلف الصالح لم يكن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين ولا أحد من الأئمة أو حتى من المسلمين يتفرغوا للرقية حيث يتركوا كل شيء ويتخصص في الرقية وتصبح الرقية عنده مهنة وحرفة ويجعل لها مكانان شقة دكان لست أدري ثم بعد ذلك سكرتيريا وكاتبة وليست أدري ومواعيد وأداء بالتسبيق وحصص روح وتعال وعلى هذا الأساس فهذا الآن خرجنا من الرقية الشرعية لنصل إلى الرقية غير الشرعية زيد على ذلك عندما تتحور الرقية من شرعي إلى غير شرعي هنا يشتغل الشيطان ويشتغل بثلاث مواد بثلاث مواد المدى الأولى التركيز على الشهرة أو السعي خلف الشهرة السعي خلف المال السعي خلف النساء كل الصحابة كان أحدهم يرقي الآخر أو الأحد يرقي نفسه أو يرقي أهله أو يرقي عياله أو يرقي عياله أو يرقي عياله أو يرقي عياله ما فيه إشكال هذا وارد نهاي لكن هل بهذا الشكل بواحد يضع اللافت على الباب وكان الراقي الشرعي فلان فلاني بكاقت فيزيت بطاقة بطاقة زيارة بمواعيد إلى خيره هذا الأمر غير موجود هذا لم يكن موجودا وأنا لا أعمم ربما هناك بعض الرقاء الذين يتقون الله سبحانه عز وجل فلا يمكن أن نقول كل الرقاء تزناه وكل الرقاء يرتكبون المخالفات الشرعية وكل الرقاء طبعا الراقي عندما يختال بمرأة فقد خالف الشرع فما عادت رقية شرعية عندما تدخل عنده امرأة بدون محراب فما عادت رقية شرعية عندما يلمسها ويضع يده عليها وربما على صدرها وربما فما عادت شرعية عندما يصور هذا الراقي تلك المريضة أو ذلك المريض وينشر ذلك في اليوتيوب على أساس أنه وعر فقد هذا الويل فإذا هذا في انتهاك لحق هذه المريضة فإذا هناك مخالفات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض فبدون شك حتى نكون منصفين هناك من هؤلاء ربما بصرف النظر عن كونه امتهن أو احترف أو تفرغ بصرف النظر عن هذه القضية ولكن أعرف أن هناك من يتق الله سبحانه عز وجل فلا يرقي امرأة إلا مع هذه ذو محرام فلا يمسها ولا ويرقي بالطرق الشرعية يعني الواضحة النظيفة هذه البساطة يعني لا نتصور أن الرقية يعني علم من العلوم ومن عرفها وينبغي أن يتخصص الإنسان أنا قلت لك تحفظ الفاتحة على بركة الله خلاص خلاص أنت تقرأ الفاتحة يارب تشفي نطهرون إن شاء الله سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها سبع مرات ونضم على طريق خلاص شوف أولا أنت لماذا القتل في البداية أن تخلص النية لله عز وجل وأن تقصد العلاج بكتاب الله سبحانه عز وجل طيب لكن كتاب الله نعم ولكن كتاب الله لا يعني أنك تلغي الكشف عن الحالات المرضية المرض قد يكون عضويا نذهب عند الطبيب نكشف تحليلات أدوية إلى غير ذلك ومع ذلك ندعو ليس الطبيب هو كل شيء الطبيب والدواء والفحوصات وهذا والتحليلات ولكن في نفس الوقت ياربش في نير والرقية تصاحب هذا قد يكون المرض عضويا كما قلت أنفا قد يكون عقليا قد يكون نفسيا قد يكون صارع مس من الجن هذا هذا حقيقي والطبيب ولا الجرح وكذا ما عنده ما عنده ما عنده ما يفهم فهد شي هذا وإذا كنشوفه وحد الإنسان يعني إذا ما رقيتش نفسي أو ما رقيتش أهلي ممكن لا بأس لا بأس نشوف إنسان إمام فقيه مش يفقيد يعني نفيحي لا فقيه حقيقي عنده علم وعنده تقوى ومعروف كذا ونطلب منه يرقي لي أهلي ونمعه أهلي ولا ندى هذا لا بأس في ذلك ولا شيء في ذلك أولا حتى نتاجر في القرآن ينبغي أن نعلم أن هذا القرآن ليس له ليس هو الذي كتبه ولا ألفه ولا هذا كتاب رب العالمين إذن هو يتاجر فيما ليس له نعم ممكن أن يتاجر الإنسان في المصاحف يبيع المصاحف يبيع الأشريطة هذا لا شيء في ذلك ولا يبيع القرآن ولكن يبيع المصحف يبيع الوارق الذي كتب عليه القرآن الكريم هذا لا شيء فيه لكن أن يتاجر كما تفضلت في ثلاثة درهم هذا نصب هذا نصب هذا نصب لذلك أنا سبقا قلت وقلت بأن الموضوع عفوا الموضوع يخص وزارتين اتنتين يخص وزارتين لأن عندما نقول الرقية الشرعية غالبا ما تكون معها مباشرة الحجامة ويكون معها أعشاب وكذا وعلى هذه الأعشاب وبسبب هذه الأعشاب زيتون وعاسل وبعض الكريمات وبعض كذا هذه الأعشاب هي التي عليهم عندهم رخصة رخصة لبيع الأعشاب ونغل لكن على ظهر هذه الرخصة يمارسون أما الحجامة فهذا شرعا أنا أعرف دكاتر متخصصين وكذا ويذهبون للحجامة فالحجامة ما فيش كلام فيها حديث صحيحة فيها الاعتراف علم طب حقيقي بنجاعتها وبفوائدها ما في كلام إذن لكن هل كل من يمارس الحجامة يمارسها بالطريقة الصحيحة هنا ينبغي أن تتدخل وزارة الصحة وينبغي أن تتابع هؤلاء الذين لا أقول أن تتابعهم في المحاكم لا أن تتابعهم بالتكوين وبيعطاء الدبلومات والشواهد وأن تفتح فرص للشغل فهذا مجال لفرص الشغل لكن أن يكون هذا الذي يمارس الحجامة أن يكون على فعلا على دراية طبية يعني لهم مبادئ ولو كذا حتى تتم العملية في أحسن الظروف الصحية إذن وزارة الصحة هي التي ويا ما من الذين يمارسون الحجامة ويمارسون بشكل بشكل فضيع ومؤذي للغاية التعقيم والمحل والمكان لأن هذا دم ثم وزارة الشؤون الإسلامية وزارة الأوقف الشؤون الإسلامية هذه الوزارة هي التي ينبغي أن تتدخل بخصوص الرقية الشرعية لأن ما دم كلمة شرعية فالوصي على الشرع وعلى الشريعة في البلاد هي وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية مجلس العلمي الأعلى مجلس العلمية ومن ثم فلابد أن تكون هناك مراقبة صارمة لا أنا قلت لك في البداية أن التفرغ لها أو المنتهان أو الاحتراف غير وارد غير جائز ولكن أنا كنقول لك هد الذين يمارسون هذا يمارسون مع الحجام ويمارسون مع بيع الأعشاب تماما فإذا الذي يقوم بالرقية ينبغي أن تراقبه وزارة الأوقاف ينبغي أن تراقبه هل فعلا هو كذلك أم نصاب ومحتل وهنا أصل إلى أن هذا المحل الذي فيه الرقية وهذا الراقي يستغل هذا المحل من أجل الفساد من أجل كذا من أجل كذا لا نعمل ليس لأن نسخط الوالدين في بركان فعل ما فعل وإذا ينبغي أن وإلا فقد تكون بعض الممارسة مثلا في في مكتب لطبيب من الأطباء فهل نغلق جميع العيادات قد يعني تكون هناك يعني شيء من هذا القبيل في مكتب من المكاتب الإدارية هل نغلق جميع لا فإذن لا بد أن يحاسب من وقع في المخالفة فهذا هو إذن لا نعمم ولا يعني أنا أخشى أنا أخشى أن يركب لا دينيون أن يركب لا دينيون وبعض الملاحدة في بلادنا وهم موجودون للأسف شديد أن يركبوا على حادثة بركان ووقعة بركان ليحاربوا شرع الله جملة وتفصيله لا حجامة لا رقيا خرافة شعواد وما إلى ذا هذا الذي نخشاه لذلك ينبغي أن نضع كل حالة في ميزانها وينبغي أن نكون منصفين وأن لا نظلم الناس وأن لا نعمم هذا فاسد إذن كل شي فاسد هذا فعل إذن كل شي يفعل فهذا ما ينبغي أبدا إذا كانت رقيا الفاتحة ينتقرأ الفاتحة فكيف نقننها سوف يخلصها رقنا نهى الشارع الحكيم قنا نهى النبي صلى الله عليه السلام الفاتحة رقيا وينسالينة إذا أنت الآن متخصص في الرقيا إنت أنت الآن متخصص في الرقيا الشرعية طبعا لما كتكون الرقيا كتأخذك الهيلمان والطلاصيم والتمتمات وشي كذا وكتخرج للشعواد وتخرج كذا أما نعرفها لنا لأنت هذا ينبغي أن يمنع ينبغي أن يمنع فورا فهذا دجال إذا لك الدجال الشعوذا والسحر وما إلى ذلك وتشوفت هذا شواف هذا ينبغي أن يكون هناك حسم مع هؤلاء هؤلاء ميكروبات في المجتمع هذا هو هو ما شبعانين شمن كبت الكبت هو الإنسان يعني يمنع نفسه من الفاحشة على الرغم موجود في المتناول فهذا يشعر بالكبد ولا يشبعاني عندهم تخمة الذي فتح وكرا للفساد باسم الرقية هذا ما عندهش الكبد هذا شبعان عنده تخمة هذا عنده الفائض فلا لا 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 إنما هذه ال أنا أعجب يعني أنا أعجب ما كان عارفش أنا شي شي وكر من أوكر هذا الرقاه اللي ما كيكونش تحت عين المقدم كنعرش هذا شي مقدم للحوم اللي فلت له شي واحد وإذا المقدم للحوم أخصي يعمل الواجب دياله لما يشوف هذا ضروري الداخلية لا بد أن تتدخل إذا كانت وزارة الأوقف تقوم بواجبها من وعف المسجد وكذا وزارة الصحات صدور بيانة وزارة الداخلية يخصي الواجب ديالها المقدم راكي يشوفها دخين هذا داخلين خارجين فين داخلين خارجين لابد من مراقبة لكن هذا ديال البركن هذا ليس راقيا أصلا لا علاقة له بالرقية الشرعية ما نعموش إلا كان هو كيقول راقية ولا علاقة له بالرقية إطلاقا ربما أنا كما سمعت لا يصلي ولو له علاقة مع بعض المواقع الإباحية التي تصور أفلام البورنو في بلجيكا ثم جاء هنا من أجل هذا الغرض من أجل المال ومن أجل كذا فهذا شيء آخر لا علاقة له بالرقية فينبغي شوف شوف ما أعيد رأى أخسنا نتقل الله سبحانه عز وجل ها واحد الإمام حصلوه في الجامعة ها واحد أبوه الحياة مؤذين حصلوه مع واحد الولد في المنبر هذا كله فيه هذا إيه نصحق هذا إيه نصحق طيب لي نفرض أنه إيه نصحق مؤذين فعل شدوه جميع المؤذينين نشنقوهم إمام فعل ما مقاوش مصلي وشدوه جواما كل واحد يتحاسب عن المسؤول ولا تزيروا وازرة وزراء أخرى يا أخي ربي ربي يقول ولا تزيروا وازرة وزراء أخرى لا ليست هناك نفس تتحمل ما يفعله الآخر قضية شرطي فعل ما فعل كل شي الشرطة فعل داركي أخذ رشوه في طريق كل هم ما من قالها فالتعميم في أي مجال مرفوض شرعا وعقلا وقانونا مرفوض هذا هو هذا الفيديو دي للراقيب بما أنه كثر عليه الكلام وسئلته عنه ألف مرة فسألت بعض الأصداق قلت له يعني كيف هذا فوصفوا لي الحال تقريبا بدقة فعرفت أنه لا مجال أولا ليس راقيا بما أن على ما وصلني من معلومات ليس راقيا ولا علاقة له بالرقية واحد اثنين أن الفتاة التي كانت معاه ليست مخدرة بناء على الأوصاف التي بلغت بأنها كانت مشاركة وتتفنان وتتجاوب فإذا لا علاقة لها بالتخدير أنه كما قلت من قبل شخص مخدر مع أنه غائب عن عقله غائب لا يعرف ما يفعل عينهم مقلوبين يديهم مرخيين رجلهم مرميين مره شناية كأنه دوميا بناء دم مخدر بحاله بحالك الدوميا دي للصين 1800 درم مش حجريتون فهذا هو بناء دم مخدر لكن قيل لي بأنها تتجاوب وأنها متخصصة محترفة فعلا نعم سمعتها تعتذر وتقول وتهديد بأن السلطة تقوم بوجبها أو يويله من من بارتاجا ونشاركا هذا كلام فارغ هذا كلام فارغ ربما الفيديو وصل إلى الملايين من الناس وكل ممنوع مرغوب هذه فيطرة في البشر كل ممنوع مرغوب لما تقول لا دي شي حاجة خطيرة للناس يقلبوا عليها ما عندكش الخبار براقية ما عندكش يقلب عليها وإذن مش حال غادي تشد وش حال غادي تتحاكم وش حال غادي تت انتحا الصفا انتحا الصفا قد يكون في الرقياء قد يكون في الأمن قد يكون في الدارك انتحا الصفا قد يكون وحادي يلبس شي حاجة كذا يقول كنا هو أنا أخدم في المحكمة في هذا انتحا صفتان هذا مجرم هذا خلاص هذا مجرم مجرم أتقي لها سيقدم للمحاكمة هناك السنطاق هناك متابعة بوليسية متابعة بعد ذلك قضائية وانتهت القضية انتهت القضية لكن لا نعمم وأنا عاود مرة أخرى نسأل هذك المقدم ذك الحومة فين كان سؤال واضح كان نرسله من هنا هذك المقدم ذك الحومة الأخ المقدم الله يحفظك الله يبارك فيك دولك تخلصك القايد يقول لك أجيب الأخبار وكذون شنو الشغل ديالك السيد هذا في حاتح قارج يعني على الشارع مش يمخبع منه مش يمخبع في الأوعي مارة فيها مياه ديال السكان وحتى واحد ما عارفين داخل شقق بين الشقق لا هذا قارج على الشارع طلع الريدو دخولها للا شد الريدو مثلا مقدم فين كنتي مش فيتيش اللولة والثانية وخمستاش وعشرين مش فيتيهم مش كاملين ما كدش مش كل شي ما كدير تمائدين لا ما كدش وش اللي نفرض أن ذاك القارج فيه إرهاب فيه تهييء متفجرات فيه تخطيط للمس بأمن الدولة ما كدير اسمح لي المسؤولية يتحملوها غير غير واحد وجهات كثيرة قدما هو المسؤول هو هو الأول المسؤول في الحياة على الحياة ديالك انت تقارن القط مع الفار منذ أن كانوا وهم خصوم منذ أن كانوا وهم خصوم اسميته العدلة والتنمية تتهم العدل الإحسان بكونهم درويش صوفية وكذا إلى خريه العدل الإحسان يتهمون الآخر بأنهم باعوا الماتش ومشاوا مع السلطة ومشاوا مع كذا إلى خريه دائما بينهم نوع من الحرب الباردة بنتهم حرب فكرية ولكن باردة إنما مر الوقت كانت ساخنة في ما أذكر فيه العدل الإحسان منهج واضح منهج سلمي أولا نبغي أن نعترف منهج سلمي منهج وطني منهج مع الوحدة الوطنية لكن عنده غبش في تصوره للملكية في تصوره للمؤسسة الملكية وإمارات المؤمنين ما نفتحش هذا المجال هذا باش ناخده فيه هذا ليس هذا هو المجال العدل والتنمية العكس من ذلك فما عندهم مش العدل والتنمية ما عندهم شيء اسمها القومة وشيء اسمه الشيخ اللي قالها هي اللي كينا وحد منه عندي القدسة والرؤى والمنامات وهذا هما ما عندهم مش هاتش لكن الآن العدل والتنمية خاضوا معركة سياسية وصلوا الحكومة حكموا وعمرهم ما حكموا والسنين هما فلسميتوا فما عرفتش باش غادي نقول واش نقيم على أنهم ما داروا والو نكون ظالم سأكونوا ظالما داروا حويش داروا نقول داروا دكش اللي بغوا المغربة اللي صوتوا عليهم لا غادي النظر مع العدل والتنمية نقول لهم علش ما دارتوش دكش اللي صوتوا عليكم المغربة اللي كنتوا غاد ديروه كلمة اللي أولاها يقول لك عنا إكرهات ما قدرناش ما قدرتي يسير في حالك ما قدرتيش اللي هنك لا يكلف الله ونسان إلا وسعاه يكتقول ما قدرناش عندي إكرهات حط سورتات الله يعود خلي المغربة يحبوك ويحترموك كما كانوك يحبوك ويحترموك قريبا إن شاء الله قريبا إن شاء الله أنا الآن أحيانا بين الحين والآخر أصلي بالناس وأقوم ببعض الوعظ وكذا لكن المسجد من أجل الخطبة قريبا إن شاء الله حميد الدين مبتلى مبتلى ماذا أقول هو كيقول أنا حكمته في يوم من الأيام وحكم نهائي ونتهى الأمر هذه عشرين سنة برأة ونكن زاول مهم ديالي سياسية وعود في الأمن العامة لحزب العدل والتنمية وكان يمكن يكون وزير يعني كان قوسيني أو أدنى وهو إطار كبير إلى غير ذلك أخرين يقولوا لا لا ندخل في السياسة باش يغطي على أن هناك ربما معطية جديدة وأنه قتال وإلى آخر وإلى آخر ولابد من إعادة محاكمته ولابد من كذا ماذا أقول أنا أنا ما عندي أنا أعرف أنه عنده كفاءة ممتازة من ناحية الفقهية من ناحية اللغوية مجاله مجال الطب السيل عثماني روح يا أخي الله يهنك خلص عزيزة خنوش أنا حقيقة أنا ما عرفش علش عنده أعداء كثيرين ما عرفش علش ما عرفش علش في حين أنا كنسمع له رجل مقدب رجل حيوي رجل كيتحرك رجل سياسي قالوا الدى والدى والدى من عرفش حرم المليار هذا أقوال هذا أقوال كين جمعيات كين أحزاب كين إلى الدى والدى وثبت على أنه ديت حاكم ولكن أنا شخصيا أنا أخذت عهدا على نفسي ألا أحكم على النساء من خلال ما أسمعه وفي الحديث الشريف كفاء بالمرء كذبا أو إثما أن يحدث بكل ما سمع إذا كان كل ما نسمعه في في أخ النوش صحيحا وإذا كل ما يسمعه الناس فيه صحيح وما يسمعه هنا فيه صحيح فالقيل والقال ما تركوا أحدا نسأل الله السلامة والعافية أخ النوش أظن أنه رجل دولة رجل اقتصاد رجل خدام الله يعاونه سيخ النوش الله يعاونك الملك محمد السادس هذا ماذا أقول هذا الرجل اتخذ من قلوب المغاربة عرشا فعرشوه في قلوب المغاربة وهنا نختلف تماما عن الشعوب الأخرى والحكم الآخرين محمد السادس رجل محبوب يدير ما يديرش رجل محبوب رجل محبوب فيه خير كي يجتهد كيعمل ما كنعش إلا قليلة من هالأغنياء والله يزير وراء المالك مش السعير راء المالك مش وحدين يقول كورا عندو عندو وراء المالك يا صاحب عندو راء المالك ومن أجمل ما في الأمر أندكش اللي عندو كيوضفوه في البلاد كنقلبو على الصروة ديال المالك المغرب وغدينجبروه الألف مؤلفة ديال المغربة اللي يخدامي في المال دياله من سوجات دياله اللي يزيدو اللي ينصروه اللي يزيدو اللي يمكن له قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي